هذا وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم صيرات وسط قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيان على أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكا سافرا لجميع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجميع قيم الإنسانية وحقوق الإنسان وحملت مصر إسرائيل المسئولية القانونية والأخلاقية عن هذا الاعتداء السافر مطالبة بامتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وطلبت مصر الأطراف الدولية المؤثرة ومجلس الأمن بدرورة التدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة وتحرك المسئول من أجل إنهاء هذه الأزمة الإنسانية التي راح ضحيتها ما يزيد على ستة وثلاثين ألف مؤكدة حتمية التواصل لوقف إطلاق النار في كامل قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر